ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله الحملة أسفرت عن توقيف عدد كبير من المشتبه فيهم من أجل جناح مختلفة ويتعلق الأمر وفق المعطيات ذاتها بشخص تم توقفه من أجل ترويج المشروبات الكحولية وآخر من أجل الاتجار في المعجون وآخرون مبحث عنهم وطنيا وعدة أشخاص من أجل حيازة وتعاطي المخدرات وآخرون من أجل السرقة فيما تم توقف الباقين بسبب عدم توفرهم على وطائق الدراجات النارية وعدم حمل بطائق التعريف الوطنية هذا وفي إطار نفس الحملة ولضرورات أمنية وإنسانية واجتماعية تم التفاعل مع ظاهرته التسول غير الاحترافي والتشرد حيث تم إيواء عدة أشخاص بالجمعية الخيرية